يشارك طلاب ذوي الهمم في احتفالية لتخرج الدفع الأولى من طلاب مدرسة السينما للغة الإشارة وذلك للناتقين بلغة الإشارة من فئة الصم وضعاف السمع قسم الإخراج والتمثيل هذا وتولي مدرسة السينما للغة الإشارة اهتماما بالغا لدمج القادرين باختلاف من ذوي العاقة السماعية والمترجمين أيضا بشكل احترافي وذلك لإقحامين في مجالات جديدة مليئة بالطموح والإصرار جاءت نرهان الطالبة الحاصلة على المركز الثاني برفقة 35 طالبا من ذوي الهمم للمشاركة في احتفالية لتخريج الدفع الأولى من طلاب مدرسة السينما للغة الإشارة سوك للناتقين بلغة الإشارة من فئة الصم وضعاف السمع قسم الإخراج والتمثيل أنا بحب من زمان بحب قوي التمثيل وعزة أتعلم وحبيت إن أنا أول مرة أول مرة أجي الدكتورة باسمة وتشرف بيها وتدينا فرحتني جدا جدا قوي وديتني هتديها طاقة حماس قوية علشان أكمل للآخر بصراحة استفدنا كتير جدا جدا وحبيت أوي السينما أكتر من الأول وحبيت كمان النشاط والقوة اللي بصراحة ساعدونا بيها إحنا نهاردة بجد حاسين مساواها بينا وبين نتكلم وما السينين هتبتكلموا عادين إحنا خاص بقينا زيهم بالضبط الرسم تسويق وفرحنين وده سببها جالينا كل السوم وفرحنين شايفوا بصراحة في الأول كان فيه صعوبة لكن لما لقوا فيه مترجمة وفيه شغل كويس يجوم كلهم وتحمسوا وتعبوا معنا جدا 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 هدفنا إن إحنا نعمل سلمة مستقلة لفئة السوم وضعاف السمع فبدأنا فعليا نطلع النهاردة أول دفعة تمهيدا لبعد كده إن إحنا نأسس الأكاديمية تبقى مختصة بالسوم وضعاف السمع في كافة المجالات الفنية بنقدم لهم محتوى درامي منهم صنعوا هم اللي بيمثلوا هم اللي بيكتبوا هم اللي بيخرجوا في منهم موهوبين في مجال التصوير كمان فبدأنا إن إحنا نشوف ونكون أفكار لمشاريع كتير جدا جدا نقدر نعملها داخل الوطن العربي وداخل مصر داخل العالم بشكل أجمع تحت شعار أصابع تتكلم وعيون تسمع جاء تأسيس مدرسة السلمة للغة الإشارة من قبل مجموعة من المبدعين بهدف توفير تعليم فني عالي الجودة للصم وضعف السماعة كل الفريق بيشتغل وبيتكلم وأنا معهم بترجم بلغة الإشارة وبنقل بس أنا بنقل الخبرات والمهارات وكل حاجة بنقلها للصم بلغة الإشارة من هنا بقى الصم بدأوا يطلعوا طاقتهم وإبداعاتهم الفنية أنا بصراحة شعوري مبسوط جدا 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 قوي فرحان أول مرة أفرح فرحة زي كده بصراحة وشكرا كتير للدكتورة أحمد إسماعيل شكرا كتير جدا جدا قوي قوي والدكتورة بسمة والدكتورة ابتسام مترجمين الإشارة اللي كانوا معنا شكرا جزيلا مبسوط تعليم واحدة واحدة ومشوا معنا بخطوات بحيث أن احنا ناخد مهارة احنا بصراحة بدأ من أول جديد للآخر وفي الآخر سبب سعادة لنا غامرة وحبينا فعلا بجد وعايزين نكمل كمان وعندنا طموحات طموحات نكمل في الأقوانة الأخيرة كان فيه اهتمام كبير جدا من سيادة الرئيس له اهتمام بالفئة دي وقد إيه هي ممكن الفئة دي نستغل قدراتها نهاية طلع لنا حاجات جميلة جدا لأنهم يبقى عندهم قدرات وعندهم إمكانيات ولكن غير مستغلة حقيقة كمستثمرين في مجال التعليم والقطاع الأكاديمي كانت الفكرة الأساسية هي أن يكون العمل القادم هو إنشاء تخصصات ذات نوع من الحالة الإبداعية تعنى بهذه الفئات فكرة كبيرة جدا وعظيمة بالنسبة لسينما الإشارة حاجة رائعة جدا وده طبعا عمل فريد بصراحة لتبني الفئة دي من المجتمع مدرسة السينما للغة الإشارة سوك تولي اهتماما بالغا لدمج القادرون باختلاف من ذوي الأعاقة السماعية والمترجمين بشكل احترافي بهدف غزو مجالة جديدة من بينها كتابة القصة القصيرة والسيناريو والحوار وفنون الأداء التمثيلية جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري